موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضائية العراق التربوية نرحب بطلبتنا الأعزاء بدرس من دروس الطبيعيات المرحلة الثالثة الفرع الصناعي وفرع الحاسبات وتقنيات المعلومات اليوم نكمل ما درسناه في الدروس السابقة الفصل الرابع وصلنا إلى موضوع المحولة ما هي المحولة؟ ما هي أساس عمله؟ ما هي أجزائها؟ وما هي أنواعها؟ لا يخلو بيت الآن من محولة بل كل شخص الآن يمتلك محولة خاصة به التي نسميها الشاحن التي يشحم به الموبايل كذلك لا يخلو شارع من محولة في خطوط نقل الطاقة الكهربائية نتعرف على هذه المحولة هي جهاز أو وسيلة هي جهاز أو وسيلة من أجهزة التيار المتناوب تستعمل لرفع أو خفض الفولتية إذن وظيفتها هي رفع أو خفض الفولتية نلاحظ أنه كل شخص الآن يمتلك محولة هذه المحولة تحول لي من المصدر 220 فولت إلى 5 فولت التي نشحن بها أو 3 فولت التي نشحن بها الموبايل هذه المحولة خافضة أي تخفض الفولتية من 220 إلى 3 أو 5 فولت هذه المحولة تعمل حسب ظاهرة الحث الكهرو مغناطيسي بمبدأ الحث المتبادل بين الملفين الأول والثاني نلاحظ عزيز الطالب أمامنا رسم توضيحي للمحولة هذه المحولة تتكون من نوات هذه النوات هي قلب حديدي تصنع من رقائق أو صفائح رقيقة معزولة صفائح رقيقة معزولة ومكبوسة لتقليل التيارات الدوامة نحن سبق درسنا بالفصل الثالث التيارات الدوامة كذلك أن هذا القلب أو هذه النوات تصنع من الحديد المطاوع لماذا من الحديد المطاوع؟ لأنه نقلل من الخسائر الهسترة بسبب أن الحديد المطاوع يفقد المغناطيسية بسرعة ويكتسبها بسرعة إذن هذا هو القلب الحديدي أو قلب المحولة يصنع من الحديد المطاوع ثم يصنع أيضا من صفائح رقيقة ومكبوسة ومعزولة عن بعضها كذلك المحولة تتألف من ملفين ملف ابتدائي هذا الملف الابتدائي اللاحظ أنه يربط في مصدر الطاقة يعني بالكهرباء يربط إلى المصدر وهذا الملف يسمى بالملف الابتدائي والملف الآخر هو الملف الثانوي يربط أين؟ يربط في الحمل يعني بالجهاز يربط بالحمل اللاحظ أن هذه المحولة لا تحتوي على مفتاح تلقائي بسبب أن هذه المحولة تعتبر من أجهزة التيار المتناوب أي بمعنى أن المحولة لا تعمل على التيار المستمر بسبب أنه يجب أن يكون هناك تغير مستمر بالتيار في سبيل أنه يكون هناك تغير مستمر أيضا في الفيض المغناطيسي المجال المغناطيسي لكي تتولت قوة دافعة كهربائية محتثة في الملف الثانوي هذه هي المحولة وهذه هي أجزائها المحولة قلنا لا يخلو بيت من محولة أو كل شخص الآن يمتلك هذه المحولة فالسؤال يقول لماذا تعتبر المحولة جهاز من أجهزة التيار المتناوب هذا أيضا سؤال مهم جدا يجب أن الطالب يعرف أن المحولة لا تعمل على التيار المستمر لأن أساس عمل المحولة يعتمد على تغير التيار التغير المستمر بالتيار راح شي سوي لي ولد لي مجال مغناطيسي متغير بمعنى أنه راح يولد لي قوة دافعة كهربائية محتثة في الملف الآخر بمعنى أنه عملها هو نقل الطاقة من ملف إلى آخر فإذا كان التيار مستمر اللاحظ أنه ما راح يصير انتقال طاقة بين الملف الأول والملف الثاني إلا إذا حصل تغير بمن؟ بالتيار فلهذا أن المحولة لا تعمل على التيار المستمر كذلك أنه عندنا المحولات التردد العالي دائما ما يصنع النواة منها من مادة الفيرات ليش؟ بسبب أن هذه المادة تمتاز بمقاومة عالية نسبيا فتقول نسبة خسائر الهسترة وكذلك تمتاز بالنفوذية العالية المغناطيسية أهم قوانين المحولة هذه القوانين مهمة جدا راح نستعملها في حل الأمثلة ومسائل المحولة اللاحظ أنه لهذه المحولة عندي يوجد مجموعة من القوانين هذه القوانين أولا نسبة التحويل نسبة التحويل ألاحظ أنه هي النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي بمعنى أنه عدد لفات أنتو إلى أنوان أنتو إلى أنوان يعني عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي وهنا الطالب أيضا ينتبه أنه يستطيع الطالب التعرف على نوعية أو نوع المحولة إذا كانت رافعة أو خافضة من عدد اللفات أينما يوجد عدد لفات أكثر توجد فولتية أكثر بمعنى أن العلاقة طردية حسب قانون فرداي أنه كلما زاد عدد اللفات زادت البولتية المحتثة هذا قانون فرداي سبق أندرسناه بالفصل الثالث بمعنى أن الطالب يتعرف بسهولة إذا كانت هذه المحولة رافعة أو خافضة من عدد اللفات كلما زاد عدد اللفات أصبح البولتية المحتثة أكبر وكلما قل عدد اللفات أصبحت البولتية قليلة بمعنى أنه أكو علاقة بين عدد اللفات والفولتية وهي علاقة طردية أي أنه عدد لفات الملف الثانوي على عدد ملفات الملف الابتدائي كنسبة فولتية الثانوي إلى فولتية الابتدائي وأيضاً إحنا سبق درسنا أنه القدرة قلنا القدرة هي حاصل غرب التيار في الفولتية هنا أنا لو ألاحظ عندي نوع من القدرة القدرة الابتدائية المرتبطة بالملف الابتدائي هي حاصل غرب الفولتية الابتدائية في التيار الابتدائي كذلك القدرة الثانوية المرتبطة بالملف الثانوي هي حاصل غرب الفولتية الثانوية في التيار الثانوي جميع المحولات يوجد بها خسائر يسمى خسائر القدرة أو خسائر الطاقة أين تذهب هذه الخسائر؟ قلنا يا أما بالأسلاك النحاسية أو بالهسترة أو بالتيارات الدوام وأيضا رح نشرحها بصورة مفصلة لكن أنا شلون أقدر أستخرج نسبة الطاقة الضائعة أو القدرة الضائعة أنا عندي قدرة ابتدائية وقدرة ثانوية إذن القدرة الضائعة هي القدرة الابتدائية ناقص القدرة الثانوية وهنا أيضا ينتبه الطالب أنه دائما تكون القدرة الابتدائية أكبر من القدرة الثانوية إلا في حالة واحدة عندما تكون المحولة مثالية وهذه أيضا حالة نادرة جدا أو صعبة جدا طيب من أهم قوانين المحولة هي الكفاءة كفاءة المحولة وهذا لتقريبا هذا القانون في جميع مسائل وأمثلة المحولة يطبق الكفاءة هي القدرة الثانوية على القدرة الابتدائية في 100% القدرة الثانوية على القدرة الابتدائية في 100% وهنا الطالب ينتبه لي أنه دائما بالأسئلة لا ينطيق قدرة لكن أنت تستطيع استخراج أي نوع من القدرة في حالة أنه توفر البولتية والتيار بمعنى أن القدرة الابتدائية هي البولتية الابتدائية في التيار الابتدائية والقدرة الثانوية هي البولتية الثانوية في التيار الثانوي فهذا قانون الكفاءة جدا مهم هو قدرة الملف الثانوي على قدرة الملف الابتدائي في 100% وفي حالات نادرة جدا في حالة أنه كون أنه المحولة مثالية بمعنى أنه كفاءتها 100% وقلنا نحن هذه حالة صعبة جدا لأنه يوجد هناك خسائر بالمحولة بهالحالة أنه راح تساوي القدرة الابتدائية مع القدرة الثانوية بمعنى أنه التيار البولتية الابتدائية في التيار الابتدائي راح يساوي للبولتية الثانوية في التيار الثانوي وقلنا هي حالة مستحيلة تقريبا لأنه جميع المحولات إلها خسائر وهذه الخسائر تذهب في ثلاثة أماكن الأولى هي في الأسلاك النحاسية والثانية في التيارات الدوامة والثالثة في الهسترة هذا فيما يخص قوانين المحولة نسبة التحول أنتو على أنوان وهناك علاقة طردية بين العدد اللفات والبولتية نقول أنتو على أنوان كنسبة V2 على V1 حسب قانون فرداي كذلك أن القدرة V1 في I1 هي القدرة الابتدائية و V2 في I2 هي القدرة الثانوية والقدرة Lost يعني الضائعة هي القدرة الابتدائية ناقص القدرة الثانوية و دائما نقول إحنا القدرة الابتدائية أكبر من القدرة الثانوية إلا في حالة واحدة كفاءة المحولة إن من أهم قوانين المحولة هي القدرة الثانوية على القدرة الابتدائية في مية بالمية هذا فيما يخص قوانين المحولة إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آملين اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة